السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلبة الصف الأول اللعدادي مع متعة الإنجليزية النهاردة هناخد يونيت 3 احنا هناخد كلمات يونيت لسن 1 و 2 وفي نهاية لسن 1 و 2 هنعرف إزاي نعبر عن إمكانياتنا إزاي نقدر نوصف حد إزاي نوصف شكل حد إزاي نعبر عن إحنا نقدر نعمل إيه وما نقدرش نعمل إيه معنا بقى في الكلمات blonde blonde hair شعر أشعر طبعاً hair hair يعني شعر الشعر اللي هو أوصاف اللي هي blonde hair شعر أشعر curly hair شعر مقعد curly hair dark hair شعر داكن straight hair straight hair نخلي بلنا الجي H silent عشان بعدها تي straight hair sports star نجم رياضي mustache 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 glasses glasses ندورة team team فريق running running جاري bird bird يعني اللحية الدقني يعني scarf scarf ترحاو الشرب tennis 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 gray feature poor people fans listen one كلماتو describe description italian holiday of course كلمات listen to يبتسم ابتسام smile يعني تنفع ناون verb فعل واسم footballer خليكوا تابعوا بقى معين بنزل من الصفة هو footballer runner runner score score square queen normal person video games طبعا صف اللقبنا التاني كم طول how tall how tall present present volleyball funny cairo tower camel nicely name الوقت يناخد تصريفات الأفعيل وقلنا يا حبيب اني لازم تحفظه التصريفات عشان ما نيجي نتكلم في المضارع هنستخدم التصريف الأول الماضي التصريف التاني الزمن بقى المضارع التامل اللي لسه تبقى تاخدوه والمبني المجهول اللي لسه برضه هتبقى تاخدوه ده نستخدم فيه التصريف التالي معايا أول حاجة يختار choose choose chosen choose choose chosen give give given build built built بعد كده هناخد الكلمة وعكسها famous عكسها unknown normal عكسها abnormal دلوقتي بقى هحل معاكو تمرينات على الفكاب اللي احنا أخدناه ركزوا معايا choose the correct answer from A, B, C, or D number one she's wearing a around the hair neck هي بترتدي اي حول رقبتها sock شرب 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 او طرحة ولا جرس ولا تي شيرت فستان ولا تي شيرت طبعا هتبقيه bravo شرب number two the hair that grows on a man's cheeks and chin is cold يعني الشعر اللي بيمو على الخدود بتاعت الراجل و chin اللي هي الدقن is cold تسمى ايه beard bread عيش ولا beard دقن ولا beard طائر ولا pride bravo bravo peep beard يعني اللحية ادقن number three the hair growing ovar the man's mouth is cold يعني الشعر البيان مو على فم الراجل بيسمى ايه feature سمى او ميزة ولا ماوي صفار ولا مستاج ولا beard طبعا مستاج شارب number four people who enjoy watching their favorite team in the stadium are cold يعني الناس اللي بتتمتع برؤية فريقها او مشاهدة فريقها المفضل في الستاد بيسموا ايه بيسموا ها من الاختيالات اللي قدامك bravo fans يعني ايه المشجعين number five my sister likes hair hair to be اختي بتحب شعرها هيكون ايه it's a very light brown color يعني اللون اللي اخترتو ببني فاتح يبقى طبعا اختي دي بتحب لون ايه bravo well done blonde number b blonde يعني اشار number six mona has not hair it's not straight احنا بنعرفين ان straight ده مستقيم ناعم يبقى عكس ايه بقى straight curly يبقى mona has curly hair number seven محمد صلاح is an egyptian dot star he is very famous طبعا كلنا عارفين محمد صلاح is an egyptian yes way to go sport this star نجم رياضي number eight we play by kicking the ball عندك اربع العب في من فيهم اللي بنشوت بي هالكورة طبعا football well done number nine a baby bird is very it can't fly for many days طبعا baby bird ده اللي ما تقدرش تطير تبقى weak ضعيفة letter a weak ضعيفة number ten my grandma sometimes gives me presents تيتا بتديني احيانا هدايا she is اكيد اي بقى من الاختيارات friendly ودودا number eleven the queen of england ملك ملك ملكة انجلترا is very hmm she has got many houses عندها بيوت كتير قوي تبقى فيري ايه طرعا طبعا rich غنيا letter d rich number eleven twelve محمد صلاح is very famous so he can't have a life اكيد ايه من الحاجات دي هو ما يقدرش هو famous يبقى مش قادر يعيش الحياة لان normal live العادية بتاعتنا number thirteen my mother can't see well she needs it to wear يعني ماما لا تستطيع الرؤية جيدا يعني she needs it to be able to take a look ايه طرعا من الحاجات دي bravo glasses يعني ندارة number fourteen people people around the world they have different الناس حول يعني حول العالم كله عندهم different easy don't look like يعني هما من الشكل بعض يبقى different features features اللي هي ايه سمات او هيئات مختلفة number fifteen what's your favorite stand no اوى جاوبه اللي ما نشوف الاجابة ايه level pole is my favorite one level pole طبعا دفري يبقى what's your favorite team بتحدد السؤال حسب الاجابة number sixteen دعاء الغباشي كان very high دعاء الغباشي دي طبعا بتلعب volleyball فيا كان ايه بقى jump بتقفز number eight jump بتقفز very high number seventeen what does your brother not like he's got short curly hair يبقى انا كنت بقول شكله ايه طب ايه الافعال اللي تنفع معه هنا وانا بسأل عن وصفة حد طبعا bravo look like what does your brother look like number c number eighteen محمد صلاح is quite short يعني محمد صلاح يعني قصير الى حد ما نقاط a foot puller بالنسبة انه يكون لعب كرة طبعا هنا حرف الجر ايه for for a foot puller number nineteen نادر always talks nicely people نادر دعما نتكلم كويس لأيه الحرف الجر talk ايه talks nicely three two people دلوقتي بقى هناخد ازاي نعرف نعبر عن حاجة بنملكها حاجة وصف لنا نعمل ايه هنا بستخدم معايا have او has god دا بمعنى ايه يمتلك لديه عنده خلي بالكم معايا انا في الجمل المثبتة وخدنا قبل كده verb have طبعا وهاز وقلنا هاف بيجي مع ايه مع اي انا وي نحن يو انت او انتم زي هما دول اي منهم يكون الفاعل بعد كده باخد have god واختصرها اهي ابوستور في ve god example they have god blonde hair يعني هما لديهم شعر اشعر لكن لو جت قلت فاعل he او she او it او اي اسم مفرد بستخدم بعده has god والاختصار ابوستور في is god example she has got dark hair دلوقتي بقى احنا لو حبينا نعبر عن الملكية بس بالنفي يعني اقول انا ليس لدي شيء هما ليس لديهم كل اللي هعمله هحط not بعد have او has يعني مع i we وي وي they اي اسم جمع اقول have not got اختصارها haven't got for example we have not got cars يعني احنا ليس لدينا عربيات he وshe وit او اي اسم مفرد هتبقى has not not or hasn't got he hasn't or has not got a beard طيب عايزة عمل سؤال اسأل هل لديك مع he وshe وit هقدم عليهم الهذا والهذا الاول وبعدين he she او 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 اي اسم مفرد بعدين جمع for example has he got a car الاجابة yes he has او no he hasn't طبعا هناك افعل اخرى تعطي معنا الملكية زي اون وزي possess he owns او possess a car دلوتي بقى عشان نتكلم عن القدرة ازاي اقدر اعمل حاجة استطيع ولا استطيع اجيب الفاعل وبعدين can لو اقدر اعمل الفاعل can not واختصارها can't لو ما اقدرش اعمل يعني هنا مثال طبعا هنا ايه ايلك الفاعل بس ما قاعدناش نقول اي ولا وي ولا هي ولا شي لان كل الدمائر وكل الافعال بتاخد can محمد صلاح can score many goals example تاني في عدم الاستطاع i can't pick up that box انا مش قادر ارفع الصندوق ده يعني ضعي طيب ازاي بقى نسأل بسؤال اللي هو هل ازاي اللي هو اجابته نو او ييس طبعا ببدأ بقى بكان وبعدين الفاعل وبعدين الفاعل في المصدر ما تنسوش ان بعد كان او كانت الفاعل يكون في المصدر يعني يكون بدون اي اضافات هقول مثلا can you climate tree لو تقدر تتسلق الشجرة تقول yes i can او no i can't طب لو هسأل سؤال في question word يعني كلمة استفهام ابدأ بال question word وبعدين كان وبعدين الفاعل وبعدين الفاعل في المصدر مثال what can you do ماذا تستطيع ان تفعل يا احمد اي اسم بقى هنا i can lift heavy يعني اقدر ارفع او زان سقيلة في بقى تعبيرات تانية وتركيبات اخرى بنستخدمها للتعبير عن القدرة يعني بدل ما اقول can وبعدها المصدر ممكن اشيل can احط am او is او are able to وبعدها المصدر او has او have the ability to وبعدها المصدر او has او have the ability of وبعدها الفرب في ing طيب لو التعبير بعد عدم القدرة بقول can't بعدها المصدر او am او is او are ولما يكون عايز ان في او is او are بحط ايبقى am او is او are not able to بعدها المصدر بتساوي doesn't او don't have the ability to وبعدها المصدر او off وبعدها i in zoom example عندي هنا i can drive a car ممكن اقول ايغر i can هشيل can اقول i am able to drive a car i have the ability to drive a car i have the ability of driving a car اظن كده وضحيت دلوقتي بقى همطبق اكسرسيز عالحاجات اللي احنا خدناها دلوقتي number one i got short curly hair اي قلنا بتاخد ايه ها يلا يا حلوين ايوه بتاخد have فهن اختار letter a اللي هي apostrophe ve دي اختصار له number two she got blonde hair she بتاخد ايه قلنا she بتاخد has bravo number c محمد صلاح score a lot of goals he is very fast يبقى محمد صلاح يستطيع فين هنا بقى يستطيع انه يحرز اجوان كثيرة ايوه can well done number four amira good a car she walks to work طالما amira بتروح مشي الشغل تبقى اكيد مش عندها عربية تبقى hasn't letter c number five my father has a smart phone طبعا قلت has وhave بيجي عندها got got يبقى letter b number number six they got any pencils طبعا هنا فيه خلي بالكم بعد they got يبقى هناخد ايه مع they has ولا have have طبعا يبقى الاختيار have they got has number seven has he got an umbrella no he طبعا طالما السؤال به هز يبقى انا هجاوب به هز بس طالما no هقول hasn't اوكي number eight we any bikes يعني احنا ما عندناش اي bikes هيبقى we ايه haven't got طالما ايه بيعرفني ان الجملة دي منفي هاختار haven't got has got a new laptop طيب انا جايب لهنا الاربع ضماء الفاعل they i she we طبعا مين هاي يجي مع هز she number ten رحمة and you got the same father انا هقول لك انت ورحمة عندك نفس طبعا بقي نجام انا اختار ايه have دلوقات عندك اول حاجة has she got glasses yes she hasn't ينفع yes لا طبعا لازم اشيل الناس yes she has number two have samira that god a beard samira zedad ده مفرد يبقى ياخد هز يبقى هاف غلط وحط الهز ومن هنا يا حبيبي خلصنا مع بعض لكن لسه فيه تدريبات كتير واسئلة كتير انا عايزاكو دايما تحلو وللتواصل معنا هتلاقوا الرابط اسفل الفيديو و please like share و subscribe وتبقى دايما مع بعض تسألوني على اي حاجة تقف عليكم ولقاكم دايما يا رب في تفوق good luck